اما السقوط او الغرق خياران لا ثالث لهما يضعان اهالي حي الصحة غربي مدينة الرمادي في حيرة من امرهم بعد ارتفاع منسوب مياه النهر الذي ادى بدوره الى غرق منازلهم والتلف بنيتها الاساسية احنا سكنت حي الصحة من منطقة التأميم صارنا سنين نعاني من مشكلة وهذه المشكلة حتى البلدية تعبت هذا الماء يطلع علينا من الشرط نزيز من الشرط صارنا سنتين العام بالشتاء والسنة بالصيف وهاي شوفت عنكم هذا البيت اللي يشوفون انتو اهل تركوه ومشو احنا كل البناء جديد بهاي المنطقة وهسا كل المنطقة دي يدورون بيود ريد نطلع لان اذا بص صيف وهالشكل بالشت هاش راح يصير فينا فهذا الماء نسحبه يطلع عن مكانه فما لا علاج يشوفونا شنو الحال يسدون النهار يكرون النهار الحبانية متروسة وعليش فاتحي يفتحوه على النهر الرئيسي بين الشكاوى والمناشدات والخوف من مصير مجهول يهدد منازل اهالي حي الصحة يفكر بعض المواطنين بالهجرة من مناطقهم الى مخيمات الايواء لتفادي كارثة سقوط منازلهم ناشد الحكومة المركزية والحكومة المحلية غير مغام والمحافظ يشوفون نحل احنا حي التأميم حي الكراد حي الصحة فرضنا قام نبعنا من جو يطلعنا منسوب الشاط طالعنا من جو اسيان نشوف ندفن والله منجوبنا نسوي جمعيات وندفن نجيب شفالات نجيب قلابات وندفن من الصبح نلقى نفسنا فايضين النوب ما سر يا اخوان هيتشانا شوفونا حل المجاري التبليط سيد المحافظ قيم مغام اخوان شوفونا حل راح نعوف بيوتنا يعني بالشيطة راح نعوفن راح نطلع على الاثمانتعشر مخيمات مشاهد المنازل المهدمة والشوارع الفرعية الغارقة بالمياه الاسنة على الرغم من انها منازل بنيت حديثا تثير رعبا لدى المواطنين وتساؤلا من يدري كيف سيكون الحال في فصل الشتاء المقبل اذا كان الصيف حافلا بالمفاجآت